موسيقى نعم هو يلعب لكن المفارقة انه لم يلعب بقرة قدم او سلة بل انه يلعب بالعالم اجمع عبر التهديد بنقل الصفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس لكن هل كل اللعب لعبا ام انه يجب يجوز القول هنا العب بعيد يا شاطر فمن سيشعل ازمة عالمية كاملة نعم يجوز القول له العب بعيد يا شاطر ومن يهدد بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل برضو نعم يجوز القول له العب بعيد يا شاطر واذا كنت او كنت تحسب انك ستنجز هدفا فقدمك ليس بقدم ميسي او رونالدو في الرياضة والمرمى ليس فارغا لدرجة ان القرى تمر دون صد فالصد عبر الرد وان كان الرد اوليا فالتحذير هو ايضا رد فابقى في مكانك دون ان تطلق صافرة مباراة الحرب فاول الخاسرين فيها هو الحكم اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سيناريوهات نناقش في هذه الحلقة التهديد الامريكي بنقل صفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس او محاولة الاعتراف بالقدس انها عاصمة لاسرائيل يصرنا ان نرحب معنا في الستوديو بالمحلل السياسي سيد سامر عرب تاوي اهلا وسهلا بك سيد سامر اهلا بكم بسهل خير اخ جهات بسهل خير للمشاهدين جميعا ايضا سيكون معنا مجموعة من الضيوف لكن ما هو هذا التهديد الامريكي بنقل الصفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس او حتى الاعتراف بالقدس بانها عاصمة لاسرائيل وفي ذلك اتفاقا او حتى بعدا عن كل الاتفاقيات الدولية والمواثيك الدولية التي تم الاتفاق عليها قبل عشرات سنوات او منذ مجيء السلطة منذ عام 94 حسب اتفاق اوسلو وما هي تداعيات هذه الخطوة ان كان تهديد ترامب سوف يطبق على ارض الواقع كل ذلك في هذا التقرير الذي يقرأه الزميل بكر درغمه انتهت المهلة امامه لكنه لن يعلن قرارا بشأن نقل السفارة الامريكية الى القدس ذلك احدث ما صرح به البيت الابيض في خضم الاقوال المتناثرة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب ترامب الذي سرعان ما بين فترة يحدث ضجة هنا وهناك بتصريحاته سواء كانت العالمية او حتى الداخلية في الولايات المتحدة لكنها الاكثر تنديدا من العالم عندما يكون هناك قرارا يخص القضية الفلسطينية يهدد ترامب علانية بالاعتراف بالكدس عاصمة لاسرائيل متناسيا ان في ذلك مخالفة دولية جسيمة لكل القرارات الدولية بل ان المراقبين يعتبرونها اشعال فتيل ازمة في داخل ازمة عنوانها الشرق الاوسط بل العالم ربما يقول الكثيرون ان سياسة ترامب ليست واضحة الى هذا الوقت وهم بذلك يعزون هذا التحليل الى كثير من القرارات التي اتخذ ترامب عن نهج تخبط كبير فهل يحقا تخبط بالادارة الامريكية الجديدة ام ان الولايات المتحدة باتت صريحة اكثر من السابق في عدائها للقضية الفلسطينية وانحيازها التام لاسرائيل التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة انفذها ترامب على ارض الواقع ربما تظهر ردة الفعل عليها في هذا الوقت على شكل تحذري سواء كان ذلك من القيادة الفلسطينية او من الدول العربية والاسلامية اضافة الى الاتحاد الاوروبي الذي اكد انه يتمسك بعملية السلام بالشرق الاوسط بعيدا عن مثل هذه الخطوات وهناك الكثير من الاراء التي اجمعت على هذا التهديد بانه ينحصر ضمن خانة الابتزازات فقط ابتزاز لدفع السلطة الفلسطينية الى القبول باي نهج تفاوضي مع اسرائيل في ظل توقف المفاوضات منذ ثلاثة اعوام كون اسرائيل تتنصل من اي اتفاق او حتى انها الى هذا الوقت لم تحدث اي جديد وتحاول البداية من الصفر في كل مرة وكأنها تريد قتل الوقت والقضية في آن واحد ويقول قائل بانه لما الاستغراب من هذا التهديد الامريكي بنقل السفارة او حتى الاعتراف بالكدس عاصمة لاسرائيل فالولايات المتحدة هي نفسها من استخدمت حق النقد الفيتو لصالح اسرائيل وهي نفسها ايضا من انسحبت من عدة منظمة دولية مثل اليونسكو بحجة ممارساتها العداء لاسرائيل لصالح العرب ويبقى الترقب قائما في خضم التصريحات الكثير بشأن هذا الملف ملف سيحدث ارباكا للحالة الامنية في الاراضي الفلسطينية وهو ما صرح به رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو الذي قال ان الاحتلال لديه جهوزية في التعامل مع اي تدهور امني حال كان تصريح ترامب مطبقا على ارض الواقع من جديد اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي نناقش فيها مسألة التهديد الامريكي بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس او حتى الاعتراف بالقدس بانها عاصمة لاسرائيل مرة اخرى ارحب بضيفي بالمحلل السياسي السيد سامر عن ابتاوي سيد سامر ربما هذه الخطوة الامريكية تحاك من جديد بعد هدوءها نسبيا في الاشهر السابقة لكن الان نتحدث عن جولة اتصالات يقوم بها ترامب قبل ساعات مع الرئيس الفلسطيني مع جلالة الملك عبدالله الثاني الى اين تتجه الامور برأيك مساء الخير اخي جهاد مساء الخير لكل من يشاهدنا في الوطن والخارج وارد ان اقول بداية قبل ان نتدخل في تحليل ما يحصل ان القدس عربية وشاء من شاء وابا من ابا والقدس ستبقى الى الابد فلسطيني او اذا كان الصهيوني يقول شلة يميني ان نسيتك يا ارشليم نحن نقول القدس في قلب وجدان كل عربي كل مسلم كل فلسطيني وبالتالي مهما يتم من اجراءات القدس لن يغير في واقعها وتاريخها الاصيل الادارة الامريكية بصراحة تتعامل مع القدس كعاصمة لدولة الاحترام منذ فترة وهي تقبل بهذا الواقع وبالتالي الاجراء العملي بنقل السفارة والاعتراف الرسمي بهذا الموضوع لا يتعدى كونه فقط محاولات جسد النبض وتأجيل الموضوع حتى يكون هناك ظروف مؤاتية لهذا الامر هناك في الكونغرس اقرار في نقل السفارة هناك ايضا قرار في الكونغرس بالاعتراف في القدس عاصمة لدولة الاحتلال ولكن كان كل رئيس في الولايات المتحدة يؤجل ست شهور في ثلوة اخرى من اجل الذهاب الى هذا الموضوع وبالتالي الان علية الوتيرة بالشكل كبير في الفترة الاخيرة عندما تحدث ترامب ومعض المقاربين منه ان هناك قرار سيصدر في الغد بنقل السفارة والاعتراف في العاصمة اعتقد ان البداية كانت في موضوع ابتزاز يستعمل ضد الفلسطينيين من اجل انتزاع فعلا تنازلات فلسطينية التعلق في ما يسميها مؤامرة القرن وليس صفقات القرن التي تريد الاجهاز بالكامل على القضية الفلسطينية واحد اهم مبادئ التي تنسف في هذه العملية وفي هذه هي القدس عاصمة لسرائيل نعم القدس عاصمة لدولة الاحتلال وهذا يعني ما يراد به من خلال الصفقات القرن التي تستثني القدس بالكامل اضافة الى قضايا مختلفة سيد سامر هل نتحدث الآن عن التهديد جدي اما انها محاولة استفزاز وربما تحقيق مكاسب امريكية من وجهة النظر الامريكية طبعا ربما باعارة المفاوضات المتوقفة منذ ثلاثة سروات بين الاسرائيليين والفلسطينيين اعتقد هناك ثلاث احتمالات الاحتمال الاول في هذا الاطار محاولة الابتزاز في اللحظات الاخيرة المراد منها عودة الفلسطينيين الى المفاوضات ومفاوضات ضمن الرؤية الاسرائيلية الامريكية وبالتالي يكون المحاك والتهديد هو القدس هذه المرة وليس امامكم سوى ان توافقوا او تخسروا القدس بالكامل هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ان هناك فعلا قرار امريكي بنسب كل ما تفق عليه وهنا نقول ليس فقط من تفق عليه من خلال الامة المتحدة والشرعية الدولية ما وقعت عليه الولايات المتحدة نفسها باتفاقية السلام التي تقول ان القدس في المراحل النهائية يحل ولا يمكن التنازل عنها والقضية والاحتمال الثالث هو الاجتزاء في التناول وهذا ما اخشى ايضا ان تجذب الولايات المتحدة ليس الى الاعتراف وليس الى الاعتراف وليس الى فرض السفارة وليس عدم وجود السفارة بمعنى المبدأ ينفذ بالنقل ولكن يجتزاء حتى يكون هناك امتصاص لحالة الغليان المتوقعة وبالتالي القفز في الفترة القادمة الى نقل السفارة اذا يبقى الامر معلقا من وجهة طبرة امريكية دعني ارحب بعضو اللجنة المركزية في حركة فتحة سيدة دلال سلامة سيدة دلال مساء الخير اولا ربما التهديد الامريكي بات وشيكا كما يراه بعض المراقبين هناك اتصال كان بين ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل ساعات وحسب ما قال الدكتور نبيل الشعب انه ومنذ الصباح تحاول الادارة الامريكية الاتصال بالرئيس محمود عباس لكن الى ان تم الاتصال ولكن حقيقة لا نعرف ما طبيعة الاتصال الذي تم او ما اخبرت به الادارة الامريكية يسر نساكو مساء ضيفك الاخ سامر اولا وكل المشاهدين نعم يعني جرى هناك اتصال وكما اعلن الناطق باسم الرئاسة اخونا دكتور اخونا نبيل ابرديني وايضا اعلن رسميا بالوكالة الرسمية اعلن ان هذا الاتصال قد تم ومن خلاله يعني اعرب رئيس الامريكي انه سيكون سيتضم الخطاب ونقل السفارة الامريكية الى القد ومثلما تم الاتصال مع الاخ ابو مازن تم الاتصال ايضا مع ملك الاردن وتم تمت اتصالات اخرى يعني الان سيد دلال يعني في هذه النقطة المهمة بالتحديد هل يعني هذا يسمى بابلاغ رسمي امريكي للقيادة الفلسطينية الان ان السفارة سوف تنقل من تل ابيب الى القدس هذا اتصال رسمي هذا اتصال رسمي تم في هذا اتصال يعرض به رئيس الولايات المستحدة عن نية بان يتبع هذا الاتجاه وبذلك نقول بانه اصبح واضحا وجليا بالنسبة لنا بانه ما سيتم ما يتضمر خطابه غدا يوم الاربعاء سيكون متضمن اعلانه عن نقل السفارة الى القدس وهذا يعني بشكل رئيس اعترافهم بالقدس عاصمة موحدة لاسرائيل هنا دعنا نقول بانه السيد الرئيس ايضا عبر له عن رفضه وعن انه هذا امر مرفوض امر غير مقبول وانه هذا ثابت من ثوابتنا ولا يمكن التنظر في هذه النقطة ايضا الشيء الروتيني ان الرئيس محمود عباس سوف يرفض هذا الطلب الامريكي بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس لكن كانت هناك تصريحات فلسطينية في الاونة الاخيرة ربما تصل الى قطع العلاقات الفلسطينية الامريكية وحتى باتخاذ اجراءات اكثر من ذلك هل هناك من شيء مباشر اخبر الرئيس الامريكي دولد ترام بعد هذا التبليغ الرسمي دعنا نقول بانه ندرك بشكل رئيسي لا يمكن باي انتان من ابناء شعبنا الفلسطيني ان يقبل بمثل هذا الاجراء ومثل هذا القرار وبالتالي فان هذا الموقف الامريكي بشكل رئيسي هو موقف معادي لشعبنا الفلسطيني ونقول انه معادي بنفس درجة الاحتلال امريكا تضع نفسها هنا في زاوية دولة الاحتلال التي التي تصر على ضم القدس وعلى ان القدس موحدة وبالتالي موقف الامريكي هو بنفس هذه الدرجة موقف معادي لشعبنا شعبنا وهذا ما نريد ان نركز عليه بان شعبنا سيتصدى لمثل هذا القرار بكل ما يملك ولدى شعبنا وهذه نقطة مهمة يجب ان ندركها من الطاقات النضالية الكامنة التي لم ولم تنضب للدفاع عن فقوق المشروع والثوابط الوطنية وهذا الامر يستدعي ان اولى الثوابط هي القدس هي اولى الثوابط والتي هي ايضا ثابت عربي واسلامي وكذلك العالم باجمعه كيف العالم باجمعه العالم باجمعه يقر بانها اراضي مستلة وتعود للشعب الفلسطيني اخر قرارات كان قرار مجلس الامن 2-3-4 قبل عام من اليوم هذا قبل عام بالزبط كان قرار مجلس الامن والذي اقر ايضا بان القدس اراضي مستلة هي من من اراضي السبعة وستين مستلة نقول اراضي التصدي لكل ما يمس حقوقنا المشروعة هي موجودة وزاخرة في شعبنا الفلسطيني في التصدي وما هي الخطوات التي يجب على القيادة الفلسطينية اتخاذها الآن سوف اناقشها معك لكن ابقي معي سيد دلال سيد سامر ربما الآن الامور باتت واضحة يعني هذا اعلان رسمي من الرئيس الامريكي ترامب للرئيس الفلسطيني محمود عباس بان خطاب يوم غد سوف يشمل نقل الصفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس وهذا اعلان صريح ربما ذلك يقتل حل للدولتين وحتى كل الاتفاقيات السابقة ماذا تتوقع الرد الفلسطيني قبل ان اسأل هذا السؤال للسيدة دلال سلامة قبل ان اتحدث عن الرد الفلسطيني للأسف نحن ما وضعنا في السلة الامريكية الحل وتركنا الامريكان يستفردوا في الحل الفلسطيني الاسرائيلي واعتبرنا الولايات المتحدة وسيط في عملية ما يسمى بعملية السلام وهذه النتائج التي نجنع في هذه الفترة هذا اولا ثانيا التوجه نتحدث فلسطينيا عربيا اسلاميا دائما بردود الفعل وننتظر الامر حتى يحصل وثم يأتي الرد عليه وبالامس بالمناسبة سمعت الرد ان هناك سيكون اجتماع للدول الاسلامية للرد على الموقف الامريكي لماذا يكون الاجتماع بعد التنفيذ وكأننا نعرف مسبقا انه لدينا 52 دولة اسلامية لو اجتمعت خلال الاسبوع الماضي ورسلت رسالة واضح الولايات المتحدة الامريكية ان لا نتحدث عن الخطوط الحمر والزرق ان العلاقات الاسلامية الامريكية مهددة في حالة نقل السفارة الى القدس لكان ترامب نفسه واجه مزق كبير في الولايات المتحدة الان نحن كفلسطينيون ايضا نوضع في خانة المواجهة اعتقد ان هذه حرب تشن على في القدس على الشعب الفلسطيني وبشكل قطحي وبشكل كامل رد الفعل اعتقد يجب ان يكون كالتالي اجتماع فوري لقيادة موحدة فلسطينية بكافة المكونات الفلسطينية يصدر عنها الاعلان بشكل واضح عن وفاة اتفاقية اوسلو باعتبار الرائع الاساسي لاتفاقية اوسلو الولايات المتحدة اول من اخلت وخرقت هذا الاتفاق بشكل صريح وشكل فض ثانيا الاعلان عن موقف موحد وتوحيد الجهد الفلسطيني بشكل كامل والالتفاف لتسمى وحدة القدس وثالثا ما اهملناه تجاه القدس في الفترة السنوات الماضية من دعم للوجود الفلسطيني في الداخل لمؤسسات القدس لكل ذلك العمل بشكل حتيث على الدفاع في ماركة القدس هذا ما يجب ان يكون الرد الفلسطيني الفوري والمباشر على ما يدخذ نعم دعني انتقي سيد دلال سيد دلال نتحدث الان ربما عن امر خطير جدا في تاريخ القضية الفلسطينية نتحدث ربما عن نسب لكل الاتفاقيات السابقة عندما نتحدث ان القدس ستصبح عاصمة لاسرائيل بحسب المنظور الامريكي او حتى بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس الان ربما كما شاهدنا بعض التصريحات الفلسطينية سوف تقطع العلاقات الفلسطينية الامريكية والبعض يقول ما هي الفائدة انقطعة الاتصالات الامريكية الفلسطينية لكن الان نتحدث ربما عن جانب اخر جانب اسرائيل ما هو رد القيادة نفسها على اسرائيل الان التي سيكون لها ضمنيا واعتلاف من الولايات المتحدة الامريكية بان القدس سوف تصبح عاصمة لها نعم يعني انت تسأل في هذا الاتجاه جانب اسرائيل ولكن نقول ايضا حقيقة ما يجري الان في هذه الساعات يعني منذ الساعات المساء وحتى الان ما يجري ما يجري الاخ ابو مازن يعني هو في حالة اتصال مباشر مع كل قادة العالم ليس فقط القادة العرب والمسلمين ولكن مع كل قادة العالم والمؤسسات الدولية والتجمعات الاقليمية المختلفة ليطالبها ليطالبها باخذ دورها في هذا الموضوع تجاه القدس ودورها تجاه قضية ليست فقط بالمنظور نعم هي بمنظورنا تاريخنا هي حقنا السياسي حقنا التاريخي حقنا الشرعي ولكن ايضا يطالب العالم بان تقيقت عند مسؤولياته تجاه الشرعية الدولية لانه القدس يعني هناك العديد والعشرات وكنتم قد بدأتم تحدثتم من قرارات الشرعية الدولية التي تقر بانها اراضي مقتلة في هذا السياق اذا هذا الجانب يجب ان يؤخذ بعين الهدف ندعونا نقول بانه نعم عن مستوانا الداخلي فلسطينية اراضي الطبيعي هو مزيد من تنتين وحدتنا الداخلية وحدتنا الداخلي حتى نتمكن من التصدي بقوة لمثل هذه الاجراءات اجراءات الاحتلال والتوجه الامريكي في هذا السياق بالتنكر لحقنا بالقدس ونقل سفارته الى القدس نعم على المستوى الشعبي هذا قد بدأنا وقلنا بانه يعني المضمون النضالي الحالة النضالية المخزون النضالي لابناء شعبنا لم ينضب وبالتأكيد لم ولن ينضب ولن يكون يكون بخينا على على القدس يعني في نضاله في نضاله من اجل حقه في القدس ولذلك الحالة الشعبية وتفتيار الحالة الشعبية يعني هذا يكمن بشكل كبير يعني يجب ان يتفاعل بشكل كبير وربما هذا كان جليا في اعلان الايام القادمة بانها ايام غضب سواء كانت ذلك حتى على مستوى المدارس في الاراضي الفلسطينية لكن نعم ابقي معي سيدة دلال سأعود لك بالعودة لك سيد سامر يعني كان اليوم هناك تصريح من رئيس الوزراء الاحتلال بن يمينة تنياهو قال صراحة ان اسرائيل مستعدة اي ربما تطورات ميدانية على خلفية اعلان القدس عاصمة لاسرائيل هل تتوقع ربما مزيدا ربما من الضغط الميداني او حتى احداث حالة من التوتر في الاراضي الفلسطينية بعد هذا الاعلان اولا حكومة الاحتلال مستعدة لمواجهة الكثير من الارهاصات التي ممكن ان تخلف عملية نقل السفارة والاعتراف بعاصمة الاحتلال وهذا دليل على ذلك انهم ينتظرون هذه اللحظة ومستعدون لها لهذه اللحظة ومستعدون ان يدفعوا اثمان هذه اللحظة لنتحدث بالصراحة وبوضوح وهذا يعني امران اساسيا ان الامر قد تتصاعد فلسطينيا في الداخل وسوف تتصاعد في المقاومة الهبات الشعبية في مواجهة هذا القرار ودفاعا عن القدس وفي نفس الوقت سيكون هناك هجمة اسرائيلية باتجاه القدس بمعنى اخر ان هناك الان استدعاء للاعتراف الرسمي العالمي هذا يبدأ بالاعتراف الامريكي في القدس عاصمة لدولة الاحتلال في نخل سفارتها وهناك ايضا دول تابعة للخط الامريكي في العالم قد تحضو حذوها وبالتالي سيبتج الاتجاه الى امرين في غاية الخطورة زيادة التهويد والتفريغ من القدس والمشروع المعروف بعزل كفر عقب بعزل شعفات ومناطق اهلة بالسكان عن القدس واتحصر القدس في المفهوم اليهودي والسيطرة اليهودية هذا سنواجه في المرحلة القادمة مزيد من الاستيطان مزيد من الدعم للوجود الاسرائيلي في داخل القدس لذلك اعتقد اننا مخدمون على مرحلة قطيرة الهب الشعبية والمقاومة الشعبية والرفض الشعبي مهم جدا لكن هذا مرة اخرى يجب ان يترافق كثيرا مع موقف رسمي موحد يدعم التوجه الشعبي بحيث يكون الكل الفلسطيني في الدفاع عن القدس بالعرض لك سيدة دلال يعني ربما من قرأ التصريحات العربية لالقادة الدول العربية نتحدث عن موقف سعودي يرفض كل ذلك نتحدث الآن عن موقف مصري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الملك الاردني حتى من الملك المغربي قبل قليل العهل السعودي قبل قليل يعني ربما يعني الفلسطينيون دعونا نتكلم بصراحة الآن الفلسطينيون ربما شبعوا كثيرا ربما من الأقوال والتصريحات والإدانات والاستنكارات لكن الآن ربما نتحدث ربما عن شيء أخطر شيء في القضية الفلسطينية وهو الاعتراف بالقدس أنها عاصمة لإسرائيل لماذا لم يكن هناك الآن مطالبات حتى من القيادات العربية والإسلامية بأن يكون هناك شيء حتى على أرض الواقع بعيدا عن الاستنكار هذا نعم يعني هو ما تم أنه مشاركة كل القادة الذين ذكرتهم وحتى الملك المغربي أرسل يعني رسالة مباشرة لترامب في سن 57 دولة عربية وإسلامية يطالبه بالتراجع عن هذا ويحذر من خطورة بالتراجع عن هذا القرار ويحذر من خطورة هذا القرار يعني الحالة الحالة التي تم تفعيلها الحالة التي تم تفعيلها عربيا إسلاميا دوليا من قادة العالم باستجاه ترامب للاتصال المباشر به لإرسال الرسائل الرسمية من الملوك والرؤساء والزعماء باستجاهه كانت حالة على درجة كبيرة من الأهمية من الفعل في هذا السياق ولكن نقول هل سيكفي ذلك؟ نعم أتفق معكم أنه هذا لن لا يكفي ولن يكفي لثاني الولايات المتحدة عن توجهها وإشعارها بأنه مصالحها في المنطقة تتدرر بأنه استقرار المنطقة هم معنيين بأمن إسرائيل بأمن هذا الاحتلال ولكنهم يجب أن يدركوا بأنه هذه الخطوة فيها إذكاء لحالة التصعيد في المنطقة ليس في فلسطين لوحدة وإنما على مستوى المنطقة بشكل عام وبالجوهر في فلسطين في الأراضي الفلسطينية لذلك إذكاء حالة التصعيد هذه التي ممكن أن تنال من من الاحتلال من إسرائيل تنال من وجود الولايات المتحدة هذا أمر يجب أن تتلمسوا الولايات المتحدة وأعتقد أن هناك خطوات أخرى دعنا نقول نحن لا نقول بأن هذه دعوة التصعيد بمقدار ما هي ما هو أنه هناك خطوات أيضا دبلوماسية للدول ذات العلاقات مع الولايات المتحدة بإمكانها أن تستخدمها هذه الخطوات الدبلوماسية متعددة في الأشكال متعددة في الأشكال وفي العلاقات الدولية يعني هناك الكثير مما يمكن استخدامه في هذا الجانب لذلك نؤمن بأن أوراق القوى التي تنتلكها الدول العربية في طبيعة علاقتها بالولايات المتحدة لا يكفي أن تقف عند حد التصريحات أو الإدارات أو الرسائل أو التحذير فقط يجب أن يكون هناك استخدامه تصاعد في هذه الخطوات لحماية القدس والدفاع عن القدس ولي وضع الولايات المتحدة أمام حقيقة أن تكون علاقاتها الطبيعية في المنطقة أو أن تكون منبوذة في المنطقة وفي صفت الاحتلال مثل ما كان قرارها بالنسبة لنا فلسطينيا بأنه هو قرار معادي معادي لحقوقه مثل ما يعادي الاحتلال هذا الشعب دعيني أشكرك جزير الشكر عدوى اللجنة المركزية لحركة فتح السيدة دلال سلامة شكرا جزيرا لك بالعودة لك سيد سامر يعني ربما حتى المشاهد العربي وحتى المشاهد الفلسطيني مل كثيرا من الاستنكار والشجب كما قلنا الآن وحتى أن البعض قال بالعامية أحيانا على الحبر لكن الآن ربما هذه الليلة هذه الليلة حاسمة الآن في القضية الفلسطينية هل ربما سيكون هناك تراجع اسمها ليلة التراجع أو حتى نقول أنها ليلة الإجهاز ربما على كل القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط يعني ردة الفعل العربية والإسلامية والدولية على ما يحصل لا نعلم إلى أي مدى ستصل هذه الليلة ولكن هل هو فعلا قرار أمريكي صار بعدم الرجوع الرجوع عن بما بلغ به الرئيس أبو مازن والزعماء العرب بنخل السفرة هل هل الموضوع حازم أم لنزال أنا أعتقد وراء الموضوع قد يكون نوع من الإبتزاز لا يزال مستمر فبين هذا وذاك ردة الفعل مهمة جدا ولكن أنا أتحدث عن ردود الفعل التي سمعناها في الفترة الأخيرة اليوم على سبيل المثال هناك تصريح للرئيس التركي أردوغان يقول القدس خط أحمر ويقول لدولة الاحتلال سوف نقوم بقطع الولاقات مع دولة الاحتلال إذا ما وأنا بصراحة رديت على هذا الكلام ربما سيد سامر قبل أن تتحدث في نقطتك حتى موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان بصفة ما بعد الاعتراف نتحدث أنه في حالة الاعتراف سوف يكون هناك دعوة للدول الإسلامية في إسطنبول اجتماعها في إسطنبول ومن ثم إعلان موقف يمكن أن تصير العلاقات إلى قطع العلاقات الإسرائيلية وهذا يمكن الطابع العربي أنه في حال قامت الولايات المتحدة بهذه الخطوة سوف ربما نقطع علاقاتنا أو حتى نتحرك الآن نتحدث ربما عن بعد الموافقة وبعد إعلان القدس أنها عاصمة لإسرائيل نعم أنا كنت أريد أن أقول ملاحظة مهمة جدا التوجه في هذه اللاجهة يجب أن يكون باتجاه أولا الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى عندما أقول تركيا ستقطع علاقاتها مع دولة الاعتلال إذا اتلفت أمريكا بالقدس عاصمة لدولة الاعتلال ماذا يعني هذا الكلام دولة الاعتلال منذ حوالي 37 عام اعتبرت القدس عاصمة لها وإذا كنا نعاقب من تلك الفترة نجد العلاقات ولا يكون علاقات معها سواء على مستوى الدولي أو على المستوى العربي التطبيعي الجاري ولكن الولايات المتحدة يجب أن تهدد فعلا بمصالحها بمعنى الإجراء الآن هو من قبل الولايات المتحدة من سينقض السفارة من سيعترف بها عاصمة لدولة الاعتلال هي الولايات المتحدة فلذلك المطلوب من العالم العربي والإسلام توجيه السهام بشكل واضع وتوجيه المواقف التهديدية باتجاه العلاقات مع الولايات المتحدة في هذا الإجراء حتى لا يعني يكون هناك نوع من الردع للسياسة الأمريكية وتأثير على دول التي ستحدث حظب الولايات المتحدة الآن نحن نتحدث عن ردود الفعل للأسف مرة أخرى ولا تزال دون المستوى المعهود دون مستوى المطلوب عفوا في هذا الاتجاه وبالتالي الولايات المتحدة تقيس هذه من ردة الفعل وبرة أخرى نقول وهذا يجب أن يقال في كل مناسبة الولايات المتحدة من خططاتها السياسية والعسكرية في العالم في حالة تراجع وفي حالة فشل فشلت في كثير من المواقع ولذلك يجب أن نتعامل مع الموضوع وليس وكأن السوبر باور الولايات المتحدة ستقوم بهذا الإجراء وليس هناك من يعاقبها أو يحاسبها نستطيع أن نضع حد ولكن هذا بحاجة إلى جهد وعمل على المستوى الإقليمي والدولي من أجل بعيدا عن التصليحات بعيدا عن التصليحات طيب ابقوا معي سيد سامي العامة المتاوي المشاهدين القرام سوف نعود لاستكمال هذه الحلقة ونقاش هذا الموضوع المهم خاص سوف نذكر كما قالت عضو اللجنة المركزية في حركة فتحة سيدة دلال سلامة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسميا بأنه ينوي نقل الصفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يوم غدا في خطابه المرتقب يوم غدا ابقوا معنا وسنعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إلى الذين كانوا وما زالوا مشاعل تنير لنا طريق الحرية إلى القابعين خلف جدران الأسى وظلمات الزنازين يسطرون بصمودهم أروع الملاحم الأسطورية إلى الذين صنعوا لنا مجدا وعلما وهوية إلى الأسيرات والأسرى الحاضرين في ذاكرة الوطن الحرية لكم يا صنع الحرية ابنك ببكة ومش عارفي إيش ماله؟ بدك تطعميه ومش عارفي إيش وإيمتا؟ مش عارفي تتصرفي مع طفلك؟ تابعينا في برنامج عيادة الأطفال على فضائية النجاح لنعلمك كيف تتعامل مع أطفال من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي نناقش فيها مسألة التهديد الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى الكدس مرة أخرى أعود لك سيد سامر هل هذا التهديد وربما الشيء الذي أصبح رسميا بعد هذا الاتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو ربما آخر اختبار للعرب؟ أعتقد الاختبارات وجهت للعرب بشكل كبير في أكثر من منحة والقدس عندما واجهت المعركة منذ أشهر المعركة داخل القدس حول المسجد الأقصى وحول بواباته وحول الوجود الإسرائيلي كانت هناك فرصة للعرب لأن يكون الصوت أعلى والصوت أقوى وكثير من الإنذارات التي وجهت الشعب الفلسطيني بعد الاستيطان يستمر الأرض الفلسطينية تنتهب بالكامل الشهداء يسقطون يوميا المستوطنون يعتدون على الناس كل الإجراءات الإسرائيلية توحي بشكل كامل لا عملية سلمية لا دولتين لا شعبين لا اعطى أي من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وبالتالي هذا هو التوجه الإسرائيلي ومدعوم بالسياسة الأمريكية بشكل كامل قد تكون هذه الطلقة هي المدوية بشكل كبير وتلقى الأخير الطلقة تتعلق في القدس قبلها حذفوا موضوع للاجئين وأهلنا في الشتات في الملايين يقال لهم عليكم أن ترتب أموركم حب الدول الموجودين فيها وبالتالي الآن القدس القدس الآن تعلن صراحة كما ذكرنا أن هذه القدس خارج الإطار خارج الحوار خارج أي نقاش مستقبلي وأضيفه أقول على سبيل المثال إذا نظرنا في المصلحة الشخصية لترامب كرئيس ولايات المتحدة بمصلحته الشخصية من مصلحته أن يبقي ورقة السفارة ونقلها بجيبه للمفاوضات الانتخابية مع الجانب اليهودية في داخل ولايات المتحدة ويفرط الآن في هذه الورقة من مصلحة ترامب إذا كان جادا في إيجاد عملية سلمية لكن ربما ذلك من يجوحه في الانتخابات القادمة نعم بالتأكيد إذا كان جادا في توجه في عملية سلمية في الشرق الأوسط وفعلا تعديل المسارات وكل ما يحصل في المنطقة أيضا هي ورقة في جيبه يستطيع أن يستعملها للمفاوضات الفرد ويفقد هاتين الورقتين وبالتالي إذن هناك الآن لحظة الحقيقة نحن في مواجهة لحظة الحقيقة دعني أنتقل إلى ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطينة الدكتور أحمد الرويدي دكتور أحمد مساء الخير أولا ربما هناك إعلان رسمي الآن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الصفارة الأمريكية من تل أبيب دا الكدس حسب ما أبلغ به الرئيس الأمريكي للرئيس الفلسطيني محمود عباس حسب ما قالت السيدة دلال سلامة الآن إسلاميا ما الذي يمكن فعله بعيدا ربما عن التصريحات والاستنكارات نتحدث الآن ربما عن شيء على أرض الواقع هل من خطوات يجب فعلها الآن؟ يعني كما تعلمون المندوبية الدول الإسلامية عقدوا اجتماع بالآن في جدف في المملكة العربية السعودية على مستوى منظمة التعاون الإسلامي كان هناك بيان واضح في البيان حددت خطوات عمل فيما يتعلق بهذا الموضوع أولا تحريك المجموعة الإسلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل فردي من قبل الدول الإسلامية وشاهدنا اليوم مواقف واضحة من عديد من الدول الإسلامية ومخاطبات واتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية لدفعها للتراجع عن هذا القرار الذي سيؤثر على مصالحها بالعالم الإسلامي لما يتمثل القدس من قيمة لدى المسلمين كافة أيضا تحريك المجموعة الإسلامية بالتنسيق مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة وتحديدا الأعضاء في مجلس الأمن منهم وهذا أيضا مهم والآن تجري نقاشات هناك لأن هذا القرار في ضرب لقرارات الأمم المتحدة نفسها أيضا هناك اجتماع على مستوى وزراء الخارجية وقمة إسلامية إذا ما اتخذ القرار وقبل قليل استمعت أن الأردن طلب اجتماع عاجل إسلامي وعربي يوم السبت القادم وبالتالي الخطوات عادة ما يضحها القادة العرب والمسلمين وهناك تنسيق متكامل يتم مع سيادة الرئيس ومع وزارة الخارجية في كل هذه الخطوات الحقيقة هناك الآن اتصالات من أطراف دولية مختلفة والكل بانتظار طبيعة التصرف الذي سيقوم فيه ترامب خاصة أنه أصبح يدرك أن مصالح الولايات المتحدة ستتأثر في العالم موقع الأمم المتحدة أيضا الولايات المتحدة فيه الأمم المتحدة أنت أمامك خطوات سياسية قانونية هذا مساس بالحق التاريخي القانوني السيادي السياسي للشعب الفلسطيني في القدس والعالم كله الآن يتحرك مع فلسطين في هذا الموضوع المنظمة دورها تجميد العالم مع فلسطين وهذا دور أساسي وباعتقادي إذا عقدت كنة إسلامية أيضا يستطيع خطوات عملية كيف تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في قرارها نعم طيب ابقى معي دكتور أحمد أنتقل إلى سيد عسام بكر منصك القوى الوطنية في رمالة والبيري سيد عسام مساء الخير أولا يعني ربما كان هناك اليوم اجتماع لكم وأعلان أنه في الأيام القادمة سوف يكون هناك أيام غضب في الشارع الفلسطيني لكن ما هو جدولكم ما هو طبيعة هذا الغضب خاصة أن الأمور بدأت تتكشف شيئا فشيئا بعد هذا الاتصال بين الرئيسين الأمريكي والفلسطيني سيد محمود عباس سيد عسام نعم طيب أعود لك سيد سامر إلى حين جهوزية الاتصال هل يجب علينا الآن كفلسطينيين حقيقة أن نتخلص من هذا ربما ما أصبح عبا أمريكيا على الساحة الفلسطينية بالتأكيد نحن الآن كما كنت أنهيت حديثي في اللحظة الأخيرة وقبل قليل أن الآن نحن أمام لحظة الحقيقة لحظة الحقيقة تقول الكشف ما هو كان مخبع على الشعب الفلسطيني بشكل كامل أن هناك فعلا سياسة أمريكية إسرائيلية واضحة لاستدراج الفلسطيني لمفاوضات طويلة الأمد من خلالها يتم الوصول إلى تسوية تفرض على الشعب الفلسطيني وبالتالي الآن يجب فتح السياسة الأمريكية والإسرائيلية بشكل واضح وهذا لا يتم إلا بموقف فلسطيني يقول نحن نراجع الفترة الزمنية 23 عاما مضت منذ أصله حتى اللحظة بصراحة خضعنا كفلسطينيين خضعنا بوعودات الدولة بوعودات الانسحاب وعدات تأجيل القضايا الحال النهائي وهي قضايا الحال النهائية وحدة والأخرى تنفى يعني لم يبقى شيء عندما كان الحديث هناك عن تسويات تتعلق ABC حسب اتباقية أوسلو ثم ننتقل إلى اللاجئين والمياه والعاصمة وكل هذه القضايا كل قضية يستفرد فيها الآن وهذه القدس على المذبع وبالتالي الآن المصارحة للشعب الفلسطيني يجب أن تكون واضحة ويجب فعلا كما ذكرت في بداية الحديث أن نعلن أن أوسلو لم يبعد موجودا وإذا كان التزمنا نحن كفلسطينيين كفصائل كقيادة منظمة التحرير باتفاقية أوسلو التي تضمنت اعترافنا في دولة الاعتلال مقابل اعتراف منظمة التحرير ولم يعترف بالدولة الفلسطينية ولا الاستقلال فبالتالي نحن الآن في حل من كل ذلك ونحن يجب أن نتوجه العالم بشكل واضح نحن لازلنا شعب تحت الاحتلال نواجه هذا الاحتلال الآن حاولنا وددنا يدنا الاستلام بشكل مباشر الدولة الاحتلال مدعومة من السياسة الأمريكية تحدث كل المجتمع الدولي وتفرض على الشعب الفلسطيني وثيقة استسلام الآن وبالتالي هذا لا يكون مجابعتها إلا بوحدة وطنية شاملة تواجه هذا الاحتلال نعم مرة أخرى أرحب بسيد عصام بكر منصق القوى الوطنية في رمالة سيد عصام يعني ربما كان هناك اجتماع لكم اليوم وأعلنتم أن هناك سوف يكون هناك أيام غضب في الساحة الفلسطينية على هذا الموقف الأمريكي الذي بدأ يتكشف شيئا فشيئا في الاتصال الأخير الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيف سيكون شكل هذا الغضب في الأراضي الفلسطينية وما هو جدولكم في الأيام الخادمة؟ نعم مسألة خير أنا دعني أولا أشير بأن الولايات المتحدة تقرر من طرف واحد مصير القدس وتخرجها خارج إطار أي تسوية مستقبلية اليوم الحديث عن إمكانية أن تعود الولايات المتحدة راعي نزيه لأي تسوية مستقبلية قد انتهى والولايات المتحدة تثبت مجددا بأنها في خندق وفي خانة المعادة للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني وبالفعل اليوم كان هناك اجتماع على مستوى الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة رامالله في مكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح بحضور الأخ محمود العلول والأخ لمال محاسن من مكتب التعبئة وكافة الأمناء العامين ومكتبين القوى الوطنية والإسلامية على مستوى الضفة الغربية تدارست بعمق التداعيات الخطيرة التي قد تنشأ عن مثل هذا القرار الأمريكي الخطير هذا ليس مفاجئا الولايات المتحدة تمهد لذلك منذ عدة أشهر وإدارة ترامب تؤكد يوميا تماهيها مع الخط حكومة نتنياه حكومة اليمين الأكثر تطرفا في إسرائيل بالفعل سيكون ابتداء من يوم غدا ستشهد بالتدحرج ربما وبالتدريج فعاليات على مستوى كل فلسطين التاريخية في الضفة الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة في الثاخل الفلسطيني المحتل وأيضا في دول الشفاء والمنافي سيكون التحرك شرارة انطلاقة وستكون يوم الخميس المقبل بالتجمع في ميادين ومراكز المدن الفلسطينية في منتصف النهار عند الساعة الثانية عشر ظهرا لإرسال رسالة والمعلي صوتنا برفضنا لهذا الإشفاء وهذه القرارات الأمريكية المنحازة والسافرة لصالح حكومة الاحتلال الولايات المتحدة اليوم بذلك هي تعلم بأنها شريك كامل في العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني وبأنها لم تكن مثل ما كانت في أي يوم من الأيام طرفا نزيها ومحايدا بنكالا دائما تستخدم طيب سيد عسام ربما هذا على الساحة الفلسطينية وهذا شيء طبيعي ربما بعد هذا القرار المصيري لكن هل هناك الآن مخاطبة حتى لدول العالم العربية والإسلامية في الخارج حتى ليكون هناك يوما مركزيا أو حتى أيام مركزية كلها بعد هذا القرار الأمريكي القطير والكبير نوعا ما نعم بالتأكيد اليوم جرى إرسال رسائل لمختلف الأحزاب على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي هناك تحركات على المستوى الرسمي من كبير الكيادة الفلسطينية لمخاطبة رؤساء ومثل منظمة التعاون الإسلامي ومثل الجامعة العربية والعديد من الأصدقاء ومتضامنين على مستوى العالم ليس فقط على مستوى العالم العربي وإسلامي وإنما على صعيد حركات وأحزاب يسارية وأحزاب تقدمية ومتضامنين وحركات تدعم النضال المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني يوم الجمعة المقبل سيكون هناك بث إذاعي وبث فضائي مشترك لعدد من الفضائيات وعدد من وسائل الإعلام على مستوى العالم العربي يخصص للحديث عن مدينة القدس إذا أرادت الولايات المتحدة أن تقرر مصير القدس من طرف واحد وتستبق أي إمكانية لأي مفاوضات مستقبلية فنحن نقول بأن لا أسف على أي مفاوضات قادمة وبأن الشعب الفلسطيني يجب أن يعود العامل الذاتي أن نعود إلى مربع الوحدة الوطنية بشكل فوري أن نذهب باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وحكومة إنقاذ وطني وأن نفتح الطاقات أمام المخذون النضال الهائل الذي يمتلكه شعبنا الفلسطيني اليوم الولايات المتحدة تضع مصالحها على مستوى العالم العربي والإسلامي في خطر ويتهدد هذه المصالح الكثير من الخطر جراء هذا القرار لكن حتى الآن سيد عصام لكن ربما حتى الآن هي تبقى ردود فعل ربما يسميها البعض بأنها طبيعية وعادية مجرد يعني شجب واستنكار لهذه الخطوة أود أن أشكرك جزيرة شكر منصك القوى الوطنية في رمالة والبيلة السيد عصام بكر شكرا جزيلا لك بالعودة لك دكتور أحمد الروايدي دكتور أحمد يعني تحدثت ربما عن خطوات فردية لبعض الدول الإسلامية هل يمكن أن يكون هناك حتى خطوات جماعية لهذه الدول الإسلامية ربما تصل إلى قطع العلاقات الإسلامية الأمريكية وهذا ربما ليس شيئا كثيرا على مثل هذه القضية الخطيرة هذا ذكرته تفقت الدول الإسلامية بالإجماع بالأمس على البيان اللي كان فيه نقطة واضحة حول خطوات بهذا الاتجاه بعضها على مستوى كما ذكرت لك مجلس الأمن والأمم المتحدة وتحريك المنظومة الدولية وهذا تقوم به المجموعة الإسلامية من خلال سفراء الدول الإسلامية المعتمدين في الأمم المتحدة وأيضا بالتنسيق تم ذلك مع المندوبين والسفراء العرب إضافة إلى ذلك التحركات السياسية في إطار قمة إسلامية تحدد خطوات عمل لمواجهة الإجراء الإسرائيلي والآن هناك طلب من الأردن أنه إذا ما اتخذ القرار الدعوة إلى قمة إسلامية عاجلة وقمة عربية عاجلة أنا أعتقد أن المواقف الإسلامية الآن متقدمة جدا تضغط باتجاه جيد على الولايات المتحدة الأمريكية هناك رسائل صدرت عن بعض القادة هناك رسائل صدرت باسم المجموع باسم المنظمة التعاون الإسلامي بالإجماع وهناك أيضا تحركات باتجاه إشراك الدول العالم المختلفة مع الموقف الإسلامي وأذكر هناك الاتحاد الروسي، الصين، الاتحاد الأوروبي، هناك تواصل مع كل الأطراف الآن دغوطات، الكل مجمع على الضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية هو كحدث مع السيد الرئيس حسب معلوماتنا وحسب البيان الذي صدر عن الرئاسة الفلسطينية من خلال سيد نبيل أبرديني المتحدث والرئيس رفض طبعا هذا الإجراء ووضع المخاطر المترتبة عليه وبالتالي الكل الآن بانتظار خطاب الغد على ضوء الخطاب سيكون هناك العمل دعني أذكرك أيضا أن هناك عمل آخر في القدس نفسه وأذكر شعبنا كيف وقف المقدسيون في موضوع المسجد الأقصى المبارك في تموز الماضي وبالتالي أيضا المؤسسات المقدسية بقواها وفعالياتها برجال الدين الإسلامي والمسيحي بالاتصالات التي تمت مع كل المفتين في العالم الإسلامي من كبر دارة الابتال الإسلامية وسماعة الشيخ المفتي أيضا هذا مهم جدا وبالتالي نحن نعول كمان على شعبنا القادر على إصار رسالته بشكل واحد وربما سنرى ذلك قريبا ما بعد هذا الخطاب المرتخب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أود شكرك جزيرة شكر ممثل مرضمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين الدكتور أحمد الروايدي شكرا جزيلا لك بالعودة لك سيد سامر هل نستطيع حقيقة تسمية كل المواثيق والقوانين الدولية بأنها كانت مجرد وهم ليس أكثر من ذلك بعد هذا الموقف الأمريكي من القدس ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب أيضا إلى القدس نعم ثبت أن هناك تحدي لكل القوانين والوثاق الدولية تحدي للشرعية الدولية تحدي من أكبر دولة في العالم لكل هذه القوانين وبالتالي كنا ننتظر ونذهب إلى مجلس الأمن ونذهب للأمم المتحدة في كثير من المجالات وهذا شيء جيد لأنه يعني كل العالم يشارك بهذه الليئات الدولية ولكن حقيقة ما يحصل الآن هو التملص الولايات المتحدة من كل هذه الإجراءات والتعامل مع العالم بمنطق القوة بمنطق شرط المنطقة بمنطق الذي يفرد وجهة نظر القوي تحديا لكل القوانين سؤال سامر سؤال صغير في الدقائق المتبقية في الدقيقتين المتبقية لماذا تجرأ الرئيس الأمريكي هو دون الرؤساء السابقين الأمريكيين على اتخاذ ربما مثل هذه الخطوة الخطيرة يعني هو كان قبل أن يصل الرئاسة وعدة في هذا الموضوع بشكل واضع ويبدو أن هناك فعلا الآن لكن ربما الوعد هو كثير من الرؤساء السابقين كنا في أكثر من مجال أنه وعد ولن يتعدى ولكن الوهن والضعف العربي والإسلامي التراجع في كافة المجالات فعلا السياسة الأمريكية التي أصبحت أكثر وضوحا في التماهي مع السياسة الإسرائيلية أدت إلى هذا الموقف وأعتقد أننا حتى اللحظة لاستطيع أن نواجه وإذا سبحت لي قليلة في دقيقتين أقول ما المطلوب منك عربة ومسلمين أنا المطلوب حاليا من الدول العربية بشكل كامل أولا مواجهة التصبيع الذي يتنامى بين بعض الدول العربية وبين دولة الاحتلال وتحديد العلاقات العربية والإسلامية مع البلاد المتحدة الأمريكية قبل أن الحديث عن دولة الاحتلال وأقول هناك قضية مهمة جدا إذا لم تتجه كما ذكر الأخ أحمد رويلي إذا لم تتجه الحكومات الإسلامية إلى منقف صريح وباضح بتحديد العلاقات الأمريكية العربية والإسلامية التي تتوجه للعروب الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة المضايا الإسرائيلية منذ الغد لتهديد المصالح الأمريكية لعزل السياسة الأمريكية على المستوى العالم وعلى المستوى الرسمي لنتواصل مع التحالفات التي تتسير في العالم كله في مواجهة السياسة الأمريكية لمواجهة هذا الإجراء الخطير على الخضية الفلسطينية دعني أشكرك جزيلا شكرا محمد للسياسية السيد سامر عربتاوي شكرا جزيلا لك أيضا مشاهدين الكرام أود أن أشكر كل من كان معنا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيدة دلال سلامة وممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين الدكتور أحمد الروايدي وأعصام بكر منصق القوى الوطنية في رامالله والبيري وربما مشاهدين الكرام للتذكير مرة أخرى بما قالته السيدة دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ علانية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سوف يكون في خطابه المرتقب يوم غد إعلان لنقل الصفار الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس علانية وصراحة وهو يهاتف الآن مجموعة من قادة دول العالم ودول العرب للتحرك فورا لوقف مثل هذه الخطوة في نهاية هذه الحلقة هذه تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء اشتركوا في القناة